تاني كده يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهدا رحمة مهدا يعني رحمة هدية وإن حضرة النبي يقول وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان يبقى الأشياء المسكوتة عنها دي ايه؟ هدية من الله فنقبل هدية الله فدي هدية من الله وبعض الأحاديث تأتي إن هذه المساحة هدية من الله هدية ليه؟ عشان ندخل من الهدية إلى الهداية ندخل من الرحمة لشكر الرحيم سبحانه وتعالى فزي ايه مسكوت عنه؟ الكاميرات الحالة البرامج الكل ده مسكوت عنه ليه؟ لأنه أدوات فالسكوت عنه ليه؟ عشان نستعمل ده فيما أحل الله ونستعمل ده في مراد الله فلما ربنا وسع علينا خلع قلنا مش حسة بإن هي مقيدة قد ما هي حسة بإن هي ممدودة من الله يبقى السكوت هنا سكوت إمداد يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما سكت عن هذه الأشياء هو إيه؟ أمدنا بأن ترك لنا هذه المساحة الواسعة فهذا محل مدد من الله محل عون محل فضل من الله هدية من الله تبقى الهدية من الله دي ليه بقى؟ عشان نعيشوا إحنا أمينين ولذلك حضرت النبي يقول فلا تبحثوا عنها الأشياء المسكوطة عنها دي ما تبحثوش عنها ليه؟ لو بحثتم عنها أنتوا تفعلوا عكس مراد الله ولذلك إخواننا بتعطي التدين للكم بقى في الأشياء المسكوطة عنها يقولوا إيه؟ ما لم يفعله النبي يعني الأشياء المتروكة دي ما لها ما لم يفعله النبي فهو بيدعي عن حرام يبقى ربنا يسكت وحضرت النبي يسكت يسكت ليه؟ وسكت عن أشياء ليه؟ رحمة لكم مش نسيان يبقى أنت لما تيجي تفهم ده تفهم أنه هو الله سبحانه وتعالى أراد أن يوسع علينا هذا الحديث من جلاله العلماء بيجعلوه أصل من أصول الدين العظيمة وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لأنه عمل إيه؟ عمل مربع الاتزان وعمل مربع الوعي الديني إن أنا ما ينفعش أخلط ما بين حكتين ما ينفعش أخلط ما بين الفرائد والحدود هل في حد خلط ما بين الفرائد والحدود؟ يا ما ناس خلطوا ما بين الفرائد والحدود فخلطوا ما بين القيم وما بين الأحكام وانتقلوا من إن الأحكام دي لما واحد يفرط في حكم يبقى فرط في قيمة فرط في الدين ومع إنه إيه لحاصل؟ إحنا أمرنا إن إحنا ما نتعداش تلك الحدود لأن عازق هذا الكلام لابد إنه يوصلنا لده يبقى إذن الله سبحانه وتعالى لما كلمنا عن حدوده قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يبقى والذين يلتزمون بحدود الله هؤلاء هم الذين عاشوا بالإنصاف وعاشوا بالعدل يبقى اللي بتعدى الحدود هو الظالم يبقى الحدود جاية هنا عشان تقر فينا القيم وعشان كده وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فتعد الحدود ربنا جعلها جزء من ظلم النفس وكمان ظلم للآخرين